السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجايين بوصفة جديدة سهلة جدا الاولاد بيهشقوا الكابكيت وهي بتبقى قطعة سهلا هم يمسكوا كده في ايديهم وبتفرحهم جدا وفي نفس الوقت بسيطة ومش مكلفة يلا بينا نسمي الله ونشوف عملنا الوصف بتاعتنا ازاي في البداية انا جبت اربع بيضات اربع بيضات دفت عليهم فانيليا استخدمي فانيليا لو هتستخدمي بالزرف استخدمي زرفين تلاتة بتبقى حلوة جدا والكيس كمان مبقاش فيه دلوقتي يعني بقى فيه حب صغيرين فانا هستخدم كيس هو اللي كان موجود وهكمل بالفانيليا السايلة اللي عندي تمام استخدمت الفانيليا وهبتدي احط السكر بتاعي انا هستخدم كوباية وربع سكر وبالنسبة المأزير بتاعتي ده بيكون سكر معتدل جدا للناس اللي مش بتحب الحجم سكرة هشغل المضرب عليهم بس في الاول هقلب كده تقلبتين وبعدين هبتدي ان انا اشغل المضرب بتاعي على سرعة الاولى او التانية وبعد كده اعلي بالتدزيج اتأكد تماما ان السكر ده الحبيبات بتاعته ده بتخالص وهتلاقي لون اللي بيتغير معاك شوية كده اعرف ان انت تمام ومشي صح هنجيب معلقة خل نخلي هنا كان هيدلي كله هنجيب معلقة خل ونضفها كده مع الخليط السائل ده طبعا تقدري تستخدم الخلاط وتقدري تستخدم المضرب اليدوي عادي خالص هتطلع حلوة في كل الاحوال هتطلع حلوة جبت بقى كوباية من الحليب الدافي كوباية من الحليب الدافي وكوباية الى ربع من الزيت النباتي هقلب المكونات بتاعتي كلها لحد ما تتجانس وزي ما قلت لك وبقى اكتبع عليك مش مقيادة خالص بالمضعب جبت الدقيق بتاعي وده الدقيق انا نخلي قبل كده عشان ما اخدش معاكي وقت وبعد كده هضيف عليه كيس من البكن بودر وعايز اقول لك كل ما تضيفي اضافة على الدقيق لازم تمرريها على المصفة السلكة او المنخل ودول معلقتين من النشا معلقتين كبار ومهمين جدا ودول معلقتين من الكاكاو الخام معلقتين يعني معلقة هرمية ولو عايزاها كمان اغمق سنة حطي تلاتة عادي اه الكاكاوي الاسباني حلو جدا هو بيبقى غامق عن الكاكاوي العادي بس بيبقى حلو جدا جدا تعمو حلو خلاص انا مررت كل المكونات زي ما انت شايفي عشان ما يبقاش عندي تكتلات وابقى متأكدا ان الخليط هيكون انسياب معي بشكل كويس قلب المكونات الجفة وبعدين هاخدها وهروح بيها على المكونات السائلة وهقلبهم مع بعض بكل سهولة ما تنسيش تضيفيه زرة ملح على دقيق زرة بسيطة خالص نزلت بالمكونات بتاعتي الجفة وهروح مقلبة بقى الخليط ده دلوقتي معيكي كبكيك سهل قوي وبيبقى بيبقى طعمه حلو كده وفي نفس الوقت آآ الاطفال بيفرحوا جدا بالحاجات زي نقلبهم كويس وبعد كده هشغل عليهم المضرب كام دقيقة كده تمام اول ما المكونات تتجانس ان شاء الله انا هنا مش محتاجة خالص معي سوائل تاني هتشوفي قوام الكيك دلوقتي كل حاجة مزبوطة ومش هتحتاج ان انت تدي في اي حاجة هفضل بقى كده لهم لحد ما تأكد تماما اني ما فهمش اي تكتلات تمام هسيب المضرب وهاخد الاطراف بتاعتي كده عشان ادخل الخليج كله مع بعضه ما يكونش فيه دقيق ولا اي حاجة يبقى الخليج كله متجانس اللي سباتشلا بتلم كل حاجة بصراحة جميلة هنا خلاص كل حاجة بقت تمام الخليج زي ما انت شايفين ما استخدمناش اي سوائل تانية جبت اوالب الكوب كيك وطبعا تقدر ان انت تستخدمي صانية براحتك بقى اللي انت عايزين هنا انا جبت كيس الحلواني ده يعني استحيل اعمل كوب كيك غير اما استخدم الكيس ده او كيس تلاجة حتى ليه علشان آآ يسهل علي اني انا اصب الخليج بتاعي بسهولة هدخل بقى الصانية بتاعتي على درجة حرارة انا كنت مسخنا الفرن من قبل كده وبعد كده آآ خليت درجة الحرارة مية وتمانين او نقدر نقول سخنة الفرن على درجة حرارة عالية وبعد كده خليته على الوسط لو ما عندكش درجات هنا جبت مية خمسة وعشرين جرام من كريم شنطي اللي مش محلية تمام وبعد كده آآ حطيت هستخدم كوباية من المية المتالجة زي ما انت ما شفتي هستخدم بالتدريج عشان انا عايزاها تكون تقيلة مش خفيفة هنا انا استخدمت حليب مكسف ويمكن انت شايف معي ان يدول اخر شوية في العلبة فانا آآ يعني اهو عندي لكن لو انا بعمل كريم شنطي لا هحط له سكر بودرة وخلاص على كده تمام يبقى انت في الخطوة دي هتحط ايه سكر آآ بودر وهتحط معلقتين كبار هتحط معلقتين كبار عن مية خمسة وعشرين جرام آآ كريم شنطين تمام انا هقلبهم مع بعض كويس بس انا علشان كان عندي زي ما بقولك كده فا استخدمتهم عشان هينشافوا خلص معي هفضل بقى مع الكريمة بتاعتي طبعا دي شايفة بتادي تتألهي بكل سهولة ولسه كمان ما كملناش خفق هكمل عليها خفق وبعد كده آآ هواديكي القوام بتاح هعمل ازاي وانا مش عايزاها خفيفة كان ممكن اخليها خفيفة بس لأ انا عايزاها آآ تكون تقيلة خلاص هي كده تمام وانا شايفها مظبوطة معي الكاب كيك طالع من الفرن استخدم القلب وراح معرفش فين طبعا ما شاء الله مرتفع جدا 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 وفي اللحزة دي تمنيت ان انا ما كنتش ماليت القوالب كده للاخر بس تمام ما فيش مشكلة لو عايزا يتلع الشكل مظبوط قوي تقدر تقصيها من فوق كده انا هنا كنت ساقيت وآآ كل كاب كيك كده ساقيتها مع علاقتين لبن سخت عشان الوش ميبقاش نشف بس انا متأكدة بقى عارفة ان حتى لو الشكل ملغبط شوية معي عارفة ان انا هضيف الكريمة وهكده هحط شوية حاجات حلوة كده من فوق الوش فمش هيبان اي حاجة جبت بقى القمع بتاعي وابتديت ان انا بشكل عشوائي خالص احط الكريمة بتاعتي الموضوع سهل جدا بسيط جدا بجد بجد الاولاد بتبستو بيه قوي قوي جبت بقى شوكلة شبس مش غالية رخيصة جدا ومتاحة تقدر الجباية من عند اي حد لو بخمسة جنيه هيديك حبة كتير تعملي منهم كزا مرة وهستخدم بعد كده الكريز برضو الكريز مش غالي خالص خالص بص شكل اختلف ازاي في لحظات كده بسيطة بصت لقيت الشكل راح في حتة تانية خالص موضوع سهل وبسيط اعملي في البيت لولادك عشان يبستو اتمنى ان شاء الله تجربي الوصفة بالمقدير ده المقدير دي وان شاء الله بازن الله هتعجبك ولو مش مشتركة معينا وموجودة معينا في القناة ياريت تشتركي وتفعلي زر التنبيهات عشان كل ما نعمل وصفة جديدة يجيلك اشعار بيها ولو عجبك الفيديو وعجبتك الوصفة اتمنى تضغطي لايك ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة